طيب في كلام كتير الناس محتارة بين جنسية وولتر بواليا لأنه يمكن معظم الأخبار ما حسمتش ده بشكل واضح خلينا نقول لحضراتكم هو راجل كونجولي زامبي لكن هو اختار نلعب لمنتخب أو هو مثل بالفعل منتخب زامبي أو من أصول كونجولية لكنه هو يتمتع بالجنسية الزامبية ومثل بالفعل منتخب زامبي عشان كده وولتر بواليا زامبي وولتر بواليا بيمثل زامبي إذن فهو يتمتع بالجنسية الزامبية خلينا نروح مع حضراتكم ليوم السبت النهاردة الحقيقة يمكن ده هيكون بداية للمعسكر الأخير لمنتخب مصر الكورتلياد وهيكون فيه واحد من الفنادل قريبة جدا من مدينة السويس هيخد طبعا التدريبات على السادة القاهرة عشان يستعد لبطولة العالم المقررة إن شاء الله أنها تنطلق يوم 13 زي ما قلت لحضراتكم ويمكن صفوف المنتخب هتكتمل بشكل كبير النهاردة بعدما انضم يحي خالد لعب فيسبروم الماجري تمهيدا طبعا للعب ومطشين مطش مع اليابان إن شاء الله بإذن الله أو مطشين هيتلعبوا مع اليابان استعدادا لبطولة العالم واللي بتصدفها مصر ومن المقرر كمان أنه المنتخب يلتقي مع اليابان في مطشين أو مبارتين وديتين مطش يوم 5 ومطش يوم 7 إن شاء الله بإذن الله وجاري كمان الاتفاق والتحضير لمجموعة من المطشات الودية منها مثلا منتخب البرازيل عشان يقدر المنتخب يلعب مباراة وديتين تلتة قبل ما يبتدي بقى إن شاء الله مشواره في مونديال العالم كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر وأماننا كبير جدا في رجالاتنا إن شاء الله أن هم يستغلوا عامل الجمهور ويستغلوا حب المصريين للرياضة اللي بدأت مع أجيال يمكن سابقة وآخرة كان فوز الشباب بمونديال العالم نتمنى إن شاء الله نعمل إنجاز كويس يفرح مصريين إن شاء الله بإذن الله